أصيب طفلان الخميس بانفجار مقذوف من مخلفات ميليشيا الحوثي بمديرية الوازعية في محافظة تعز وفاد مصر المحلي أن طفلين أصيب بجروح بليغة إثر انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيا الحوثي الإرهابية في وادي المعاقم عزلة المشاولة بمديرية الوازعية وانفجر المقذوف بعد أن حاول الطفلان تحريكه ما تسبب ببتر أصابعهما وإصابتهما بجروح وبحسب تقرير حقوقي تصدرت محافظة تعز قائمة ضحايا الألغام والعبوات غير المنفجرة الحوثية التي زرعتها وتركتها وراءها في مختلف مناطق البلاد التي شهدت مواجهة مسلحة وراح ضحية تلك الألغام والمقذوفات والعبوات غير المنفجرة ما يزيد عن 421 قتيلا بينهم 70 طفلا و42 امرأة و15 رجلا طاعنا في السن وعدد 603 جرحا بينهم 99 طفلا و47 امرأة و23 مسنان